اشتركوا في القناة لكن مشاهدين هل لإبليس زوجه وكيف يتزوج وكم عدد زوجاته وكيف يلد الشيطان أبناءه هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله فتابعوا معنا لقد ثبت في القرآن الكريم ما يدل على أن لإبليس ذرية كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ولكن هل كان ذلك عن طريق زوجه أو عن طريق البيض كل قيل به وليس فيه نص صريح وقد احتج من قال أنه يبيض بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فيها باض الشيطان وفرخ وأما عن اسم زوجة إبليس فلم نطل على ما يثبت شيئا فيه من نصوص الوحية وعن تفسير قول الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسقوا عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا قال الشنقيطي رحمه الله وقول الله تعالى وذريته دليل على أن للشيطان ذرية فالدعاء اللا ذرية له مناقض لهذه الآية مناقضة صريحة كما ترى وكل ما ناقض صريح القرآن فهو باطل بلا شك ولكن طريقة وجود نسله هل هي عن تزويج أو غيره لا دليل عليها من نص صريح والعلماء مختلفون فيها قال الشعبي سألني الرجل هل إبليس زوجه فقلت إن ذلك عرص لم أشهدها ثم ذكرت قول الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجه فقلت له نعم وما فهمه الشعبي من هذه الآية من أن الذرية تستلزم الزوجة روي مثله عن قتاده وقال مجاهد رحمه الله إن كيفية وجود النسب منه أنه أدخل فرجه في فرج نفسه فباض خمس بيضات قال فهذا أصل ذريته وقال بعض أهل العلم إن الله تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكرا وفي اليسرى فرجا فهو ينكح هذا بهذا فيخرج له كل يوم عشر بيضات يخرج من كل بيضة سبعون شيطانا وشيطانا ولا يخفى أن هذه الأقوال ونحوها لا معول عليها لعدم اعتضادها بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد دلت الآية الكريمة على أن له ذرية أما كيفية ولادة تلك الذرية فلم يثبت فيه نقل صحيح ومثله لا يعرف بالرأي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فيها باض الشيطان وفرخ وهذا يدل على أن للشيطان ذرية من صلبه قال أحد العلماء هذا الحديث إنما يدل على أنه يبيض ويفرخ ولكن لا دلالة فيه على ذلك هل هي من أنثى هي زوجة له أو من غير ذلك مع أن دلالة الحديث على ما ذكرنا لا تخل من احتمال لأنه يكثر في كلام العرب إطلاق باض وفرخ على سبيل المثل فيحتمل معنى باض وفرخ أنه فعل بها ما شاء من إضلال وإغواء ووسوسة ونحو ذلك على سبيل المثل لأن الأمثال لا تغير ألفاظها وما يذكره كثير من المفسرين وغيرهم من تعيين أسماء أولاده ووظائفهم التي قلدهم إياها كقوله زلمبور صاحب الأسواق وتبر صاحب المصائب يأمر بضرب الوجوه وشق الجيوب ونحو ذلك والأعور صاحب أبواب الزنا ومسوط صاحب الأخبار يلقيها في أفواه الناس فلا يجدون لها أصلا وداسم هو الشيطان الذي إذا دخل الرجل بيته فلم يسلم ولم يذكر اسم الله يثير شره على أهله وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل معه والولهان صاحب الطهارة يوسوس فيها والأقيس صاحب الصلاة يوسوس فيها ومر صاحب المزامير وبه كان يكن إبليس إلى غير ذلك من تعيين أسمائهم ووظائفهم فكل ذلك لا معول عليه إلا ما ثبت منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعيين وظيفة الشيطان أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد حال بين وبين صلاة وقراءة يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني وإن تحريش الشيطان بين الناس وكون إبليس يضع عرشه على البحر ويبعث سرايا فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة كل ذلك معروف ثابت في الصحيح والعلم عند الله تعالى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته